لا يزال ملف الهجرة غير نظامية يؤرق السلطات المحلية والمنظمات والحكومات الأوروبية فخلال الـ 24 ساعة الماضية أنقذت البحرية الليبية أكثر من 200 مهاجر غير نظامي بينهم أطفال ونساء كانوا يستقلون قاربا مططيا قبالة سواحل مدينة الزاوية كما قامت سفينة أوشين فايكينغ التابعة لمنظمتي SOS ميديترياني بإنقاذ 60 مهاجرا قبالة السواحل الليبية وبالرغم من المجهودات المحلية في عملية إنقاذ المهاجرين العالقين في البحر وتقديم المساعدات الإنسانية لهم إلى أن الأصوات الدولية المشككة في أوضاع المهاجرين داخل مراكز الإيواء في ليبيا لا تزال متصاعدة آخر تلك الأصوات منظمة أطباء بلا حدود التي قالت إن نحو 500 مهاجر يعانون ظروفا قاسية وإهمالا في مركز إيواء بجبل نفوسة وإن أكثر من 20 مهاجرا لقوا حتفهم داخل مراكز الإيواء بسبب انتشار داء السل فضلا عن محاولة بعضهم الانتحار ورفضهم الخضوع للعلاج الطبية من جهتها نفت مفوضية شؤون اللاجئين ما قالته صحيفة الڭارديون البريطانية بشأن تجويع المفوضية للمهاجرين في ليبيا عبر صحبها تدريجيا برنامج الغذاء لهم وبينت المفوضية أنها مستمرة في مساعدة المهاجرين في مراكز الإيواء في ليبيا كما أنها ساعدت بالفعل أكثر من 2000 مهاجر على الخروج من ليبيا منذ مطلع هذا العام وفي مساعي أوروبا لتخفيف عبء المهاجرين عن ليبيا أكدت مفوضية شؤون اللاجئين أن الاتحاد الأوروبي خصص 10 ملايين دولار أمريكي لآلية العبور الطارئ في رواندا لنقل المهاجرين الأكثر عرضة للخطر من ليبيا إلى أماكن أكثر أمنا وفي ظل غياب أي حلول جذرية للأزمة تستمر إذن معاناة المهاجرين الذين بلغوا وفق آخر إحصائية أكثر من 700 ألف مهاجر مسجلين داخل مراكز الإيواء في ليبيا فضلا عن أرقام غير معلومة موجودة خارج المراكز الرسمية